وقات الشياع بتاعته وبعدين التلقاح بتاعه وأنواع التلقاح قلناها التلقاح المفرد والمطلق والتلقاح الصناعي وتكلمنا بعد كده على إزاي التعشير وعمر العشل والولادة النهاردة بقى ده تكلمنا الطبيعي النهاردة هنتكلم على إيه هي الأمراض اللي بتيجي للجهاز تناسولي ده قبل ما أبدأ معاكم في أمراض الجهاز تناسولي في الأفراص عايزة راجع بسرعة وعمل لك كده حاجة اسمها إيه ريفريش بينت كده أو تجهيز للأمراض الجهاز التناسولي في الأبقار والجموس لأن هو بالضبط الأبقار والجموس هو اللي بيحصل في الأفراص اللي احنا فاكرين لما نقلتلكم احنا دايما نجيب الرحم ونبص عليه من أول فتحة الفرج لغيط المبيض كل حاجة من الحاجات دي عليها مشكلة نقدر نحلها شكوى الدأمة بتاعكم ودايما كل الناس لكي أنا بلقح وما تمسكش أواني الحيوان بتاعي ما جايش يلقح نفس اللي هيحصل في الفراص اللي هقوله هو اللي هراجع معاكم بسرعة كده بالنسبة للبقار احنا بناخد الجهاز التناسولي لو احنا شفناه على الشاشة دلوقتي هنلاقي فيه القاتي هنلاقي فيه بلبة أو شفروتين وبعد المهبل وبعد المهبل عنق رحم وبعد عنق الرحم الرحم وبعد الرحم القرنين وقناة فلوب والمضايط كل جزء من الأجزاء دي فيه وضع طبيعي له الوضع المرضي الوضع المرضي لهذا الجزء بيبقى فيه ايه وعلاجه ايه انا بكلم دلوقتي على البقر لسه اول ما نقول يا خيل هنبدأ نبقى معاكم لو احنا خدناها من المبيض من خلف للأمام المبيض هو المفروض بيبقى عليه حاجة حكتين طبيعيطين الحاجة الاولينية الطبيعية الاولينية اللي هو بويضة نمية بويضة وتنمو لغة ما تبقى بويضة نضجة وتنزل ويتم التلقيح بتاعها بالسائل المنوي او بالحيوان المنوي في قناة فلوق ده الطبيعي او سي ال جسم اصفر الجسم الاصفر احنا نسموه فانكشنال كوربس ليوتيام يعني ايه جسم اصفر طبيعي ده المفروض بيقعد 14 يوم وبعد ال14 يوم بيطلع من بطانة الرحم داخل البقرة يطلع ايه البروستا جلندين يعمل يموت الكوربس ليوتيام الطبيعي ده ويبدأ الحيوان يخش في دورة الشياء الطبيعي طب لو ده الطبيعي لو ما حصلش الطبيعي يحصل ايه يحصل ان المبيض ده الجسم الاصفر الموجود ده يبضل قاعد ما يموتش يبضل مستمر يبقى بنسميه برزيستان كوربس ليوتي يبقى الحيوان نتيجة ان هو هذا الجسم الاصفر قاعد على المبيض ما بينشالش بيخش في خمول جنسي بيخش في رقاط يعني رقاط ايه نوم من ناحية الشياء وده دايما بيحصل بعد الولاد يبضل شهر شهرين ثلاثة اربعة لغير ما يبدأ انت تتحرك وتبدأ تجيب الطبيب ويشوف الجسم الاصفر المستقر ده يبقى الجسم منزلش جسم اصل منزلش او الكوربس فوتيم اللي احنا نسميه بريزيست كوربس فوتيم قاعد احاق اعمله بايه 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 برستاجلندين افة والفة احاق البرستاجلندين افة والفة يطلع ايه الحيوان بعد ثلاثة الخمس ايام في الشياء طيب اه اه الجسم الاصفر ده نتيجة اللي قاعده فترة طويلة طلع خلايا ميتة اكتر اتحول من جسم اصفر الى حويصلة حويصلة كبيرة بيسمها اللوتوليال سيست علاجها برضو بروسة جلينة الفطالفة ولازم تاخد علاج اكتر من الجسم الاصفر العادي تاخد جرعتين واتبعها متابعة جيدة رايب خلوق الجسم الاصفر خلصنا منه وقعد وتحول يا اما بلزاس الكوربوسليوتيا يا اما ايه يعني جسم الاصفر مستقر او حويصل طب البويضة الطبيعة بتاعها انها تنزل البويضة ما نزلتش اتحبس السيكة الاكسترنة تحولت عليه بقت ايه بقت سيستيك اوفري اتحولت البويضة دي الحيوان اصبح في حالة جنون جنسي او في حالة نيمفو مانيا يعني كل يشيع كل حب يشيع كل حب على 21 يوم ما يمسكش خلاص 17 يوم ما يمسكش ده علاجه برضو كلام ده كله مراجعة بسرعة معاكم على الجهاز التنسولي وامرات الجهاز التنسولي في البقى علاجه ايه بروسة جلندين الفطالفة برضو السيستي دي نزلت علاجها اللي هو الجسم السيستي الكبير دي اعمل حاجة تدوب السيكة الاكسترنة بتاعتها ادي ريسبتال او فرتاجين الموجود في السوق ادي بجرعات كبيرة يحصل السيكة الاكسترنة تدوب وتنزل البويضة اللي هي غير طبيعية دي وبعد كده تخش تاني ده لو حاصل في الميبض تخش بعد كده الميبض على الفليبنان في مشاكل في الميبض فيها مشاكل مش هيحصل فيه الاخصاب على الرحم هيبقى في التهبات الرحمية على عنق الرحم هيبقى التهبات في عنق الرحم دي مراجعة بسرعة كده على البقى الخيل بقى هيبقى بالزبط هو هو بس ايه شوية فروق بسيطة اول ظاهرة بتقابلنا ظاهرة الخمول الجنسي او التفويت او الانسترم اللي هو اللي هو اللي هو الشبكة يعني ايه يعني الانسة بتفشل في اظهار علامات الشبك بتاعها او علامات الشيعة بتاعها لفترة طويلة ده اللي احنا زي اللي احنا قلناها في البقى ودائما بعد الولادة وبتستمر لفترة طويلة فترة النفاس يكون مفيش تلكيح بعدها لعدم اخصاب هذه البوايض فيستمر انعدام الشبك وبترجع ازباب الخمول الجنسي ده الى احد او اكثر من الازالة يعني سبب او ازباب اللي انا قلت من ثالث دقائية اللي هو وجود اجسام صفراء ناشطة اللي هي ايه أثناء الدورة دورة السكون التنسلية الطبيعية أثناء فترة الحمل الجسم الاصفر ده بيستمر اللي هو بنسميه البرزيستان كورباس ليوتي خلي بالكم الحاجة ده الطبيعي بتاع الجسم الاصفر زي ما قلتلكو 14 يوم بيقعد في الخيل وبعد كده بيطلع من بطانة الرحم من جزء ان الرحم يطلع البروستاجلندين افتوالفا بيقضي على الجسم الاصفر ده وبكده يبقى حيوان يخش في الشيعة الطبيعية طب لو الرحم ده ما طلعش البروستاجلندين افتوالفا نتيجة لايه اصابة الرحم او وفيات بعض الاجنة فيه يحصل ايه يحصل اعدام للسلوك الشوكي يحصل ان انت متاج الجس حتى بالسنار او تجس بيدك بالمستقيم تلاقي وجود البرزيستان كورباس ليوتيام ده الجسم الاصفر ده علاجه زي ما انا قلتلكم بيتم عن طريق حقن البروستاجلندين افتوالفا في العضل تقريبا ب25 ميلي جرام بيتحلل هذا الجسم الاصفر وتبدأ الدورة خلال من ثلاثة لخمسة ايام والتبويض بعد كده يحصل في خلال سبع الى عشر ايام ديت ايه رقم واحد عدم وجود اجسام صفراء اللي هو الكورباس سلتم ده اللي هو البرزيستان ده بيتحول ايه زي ما نتلكم يتحول الى ايه اللوتليال سيست السيست الكبير اللي بيحتاج برضو بروس اجندين ضعف الجرعتين رقم ثلاثة من الاسباب برضو اللي تعمل لنا مشكلة خمول المضايد خمول المضايد اللي احنا بنسميها السموتس ان اكتف اوفري السموتس ان اكتف اوفري مبيض معلوش اي استراكشة نتيجة الايه الضعف العام بتالحيوان المشاكل الصحية سوق التغذية نقص التغذية امراض مزمنة كل الحاجات دي بتأثر على حيوية الحيوان وبالتالي المبيض جزء من هذا الحيوان فبيبدأ ايه مبيض ضعيف بيبدأ ما فيش في اي مشاكل ما فيش في اي تركيبة يعمل لنا مشاكل وخش الحيوان في عدن شيئا علاجه ايه ان احنا العلاج الرئيسي ندي كميات التغذية السليمة البروتين الطاقة اقطر الشعير اقطر الفول اقطر السوية اقطر الدريس الفوسفور اللي هو في النخالة بالزاد اقطرها اضبط عليتي من ناحة الكالسوم السكريات الشعير والدرة والعليئة الملئة وكلام ده كله لازم يبقى ايه تركيبة مزبوطة ودي معاه اللي انا دايما نقول عليه المقويات اللي هي سنائفوسفات السوديوم فيتامين الف دا لتلاتة هيه كالدماج مع وجود ايه الفول والعليل ايه الخضر ايه ده لو فيه سموس ان اكتف اوفر زي ما احنا هنشوف الفيديو الاولين مع بعض كده يبقى مرتبط معنا التركيب التشريحي بتاع المير او او الانسة الحصان المسمى الفلسة وبيتم ايه بالزبط فيه زي ما احنا هشايفينه قدامنا كده على الشاشة عشان نبقى ايه متابعين مع بعض الشكل ايه بيبدأ من الشفرتين او الفالبا وبعد كده بيخش على المهبل ومن المهبل يخش على الرحم وجسم الرحم والمبيض عشان نعالج مهم جدا بضيف مخلوط الاملاح المعدنية فيتامينات تحتوي على الفوسفور والمانجنيز والكوبالت واليود والنحاس وفيتامين المركب وفيتامين الف زي ما احنا قلنا وبنقضي دايما بننظف جوف الحيوان من التفايلات الداخلية والتفايلات الخارجية الطبيب طبعا الشاطر الكويس بروح استدعيه بيعمل لي مساج او تدليق خفيف على المبايض والراح ممكن احقن في الوقت ده لو في البقر بعمل اف اس اكشري لو في المير هنا بعمل بريجنة مير سيروم بديها اللي هو مصل الفلس الحامل اللي هو من الفين لالفين وخمسون وحدة دولية في العضل لتحفيز العملية الاباضة وعملية النمو بتاع البوايد طيب ايه هي الامراض المصاحبة لضعف الخصوم يعني نتيجة انه احنا قلنا الاول جسمه اسفل مستقر وضعف عام خالص في المبيض وما ببنى فيش حاجة يوصل المبيض بعد كده السابط المبيض اللي هي السست التكييس المبيضي او التكييسات المبيضية بتنشأ التكييسات المبيضية ديت من ايه فرصة عجوزة مسنة نتيجة ان البوايدة الطبيعية بتخفق انها يحصل لها الاباضة بتاعتها وتموا الاحجماء الطبيعي بنتيجة لان مفيش لوتينيزنج هورمون كافي ان هو يسوي البوايدة ديه بتستقر بتاعتها 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 زي ما هي وبتزيد بتحول للسست طبعا اللي هي بتعارفين دايما ان هو بييجي من الانتوريير من اللي ما نسميها الجدة النخامية الامامية يمكن تشخيص الحالة دي عن طريق ان الفرصة اللي عليها دي بتبقى على طول في شبك مستمر شياع مستمر حتى بنسميها فيها جنون جنسي او فرصة قليمة يعني على طول طلبة الشيعة طلبة الشيعة بتاع احنا لما بناجي نشغل السونار زي ما احنا نشوف قدامنا بيبان قدامنا الحالة واضحة بنلاقي فيه التكايوس الكروي زاد الجدران الرقيقة اللي هو واضح فيها يصل حجمه تقريبا الى عشرين سنتي العلاج بتاعها بتاع السيستي كوفر دي انني بعمل ايه فيه عايز اخلص من الحاجة اللي فوق السيستي يبدي فلكل استيميوليتينج هورمون ريزينج هورمون الاف س اتش ريزينج هورمون ده بيعمل ايه انه هو بيساعد على ان الخلايا الخارجية دي يحصل لها نمو ونضج كامل وبعد كده بتنزل البوايضة دي اللي هيا بعد سبعة ايام بدي حقنة بروستا جلندين اف طالفا من خمسة لستة ايام او سبعة ايام وبعد كده بدي ايه بعد 24 ساعة او 40 ساعة بدي لو انتو فاكرين زمان قوي لما كنتم بتكلمكم على نظام الجي بي جي اللي هو بروتوكول الجي بي جي اللي هو جوناتروفين بروستا جلندين جوناتروفين اللي كنا بنعمله في البقر هو برضو اللي هتعمل في المير انه اما لقي هدي اول حاجة جوناتروفين اللي هو او غيره او فرتجيل اللي موجود بعد اسبوع بدي بروستا جلندين وبعد 48 ساعة بدي ايه ريسبتال بلاقي المبيض يرجع لوضعه الطبيعي تاني ويبدأ يشتغل ويبدأ يطلع للبواده السليمة والفانكشنال كوربس ليوتيام يبدأ اشتغل تاني دي الحاجات اللي احنا بنشوفها تحت بنشوفها بالصنار قدام عينينا بنشوف الهورن شكله عمل ازاي اللي هو العنق الرحم البلادر السست لو انا دخلت على المبيض بنشوفها زي المبيض قدامنا هوت والتراكيب اللي احنا بنشوفها عليه لو احنا حبينا نعمل صنار للجهاز التناسلي اللي فيه القصار طيب تاني حاجة تحصل عندنا فيها مشكلة هي ايه اصابات قناة فالوب اللي هي الفاليبيون تيوب فاليبيون تيوب حصل فيها مشكلة يبقى التكملة بتاع الفيرتولايزيشن مش هتتم يعني ده غالبا بيحصل يعني ينظر نسبيا التهاب قناة فالوب في الخيول بالذات يعني ممكن تتلاقيها في البقر لكن في الخيول لا يعني قليلة قوي ولكن لو الفرصة بتعاني او او عانت من الموضوع ده من الالتهاب الرحمي بيكون الصمرة بتاع الالتهاب ده التهاب في قناة فالوب وعما بيحصل الالتهاب في قناة فالوب بيعوق التهاب مرور البويضات والحيوانات المنوية الانبوب بيبقى ايه اه في مشكلة في التهاب ما بيقدرش يحصل عملية الخصوبة او عملية الالتقاء يطلع علينا الزيجوت او يطلع علينا الحاجة اللي هيطلع منها بعد كده الجليل هنقفلنا شوية صغيرة قبل ما نخش على الصباح الرحم في فيديو يعني هيوضح لنا قبل ما نروح على قناة ننسى نسيب موضوع قناة فالوب ازا ايه بيتم في قناة فالوب بالزبط اللي يعني الحيوان بيبقى شايع الفرصة بيبقى شايعة وبيتم ايه التلقيح الحيوانات المنوية بتقيم مشيا وبتقابل البوائضة والمفروض يتم الاخصاب هنا في منطقة الانبل اللي بيحصل لو فيها التهاب وفيها مشاكل الحيوان المنوية ما بيقدرش يحصل اخصاب والبوائضة ما بيقدرش تنزل التهاب قناة فالوب من اخطر حاجات اللي ممكن تقابلنا في البقر وفي الجموس لو في البقر لازم يتفرز البقر ما بيحصل لاش علاج او زي ما انتو شايفينه هوا الجاي بعد ما تم التلقيح الصناعي او التلقيح الطبيعي الحيوان المنوية داخل وداخل على طريق قناة فالوب لو في مشكلة في قناة فالوب نتيجة للتهابات رحمية سابقة في الرحم او في مشاكل في الرحم السابقة ما بيحصل شي ايه الاخصاب الطبيعي ان اللي انتو شفتوه ده الحيوان المنوية اللي بيجري ده بيرخش على البويضة وبيطلع حاجة اسمها الهياليورونيز انزيم اللي هو بيفك الكابسولة بتاع البويضة خالص بيفكها نهائي ويبدأ اقوى واحد في الحيوانات المنوية ده هو اللي بيحصل هو اللي بيقترك البويضة ويحصل ايه الاخصاب اه لو القناة اللي هي المجرى او المكان التقاء البويضة مع الحيوان المنوي فيها مشكلة فيها تهافة اي حاجة ما بيتمش الاخصاب اه الحيوان بيجي في الشياع وفضلت الشياع سليمة ولقح الحيوان سواء كان بقرة او او جموس او فرص وما بيحصلش الاخصاب ده ما بيحصلش ليه لان الطريق او القناة اللي بيحصل فيها الالتقاء بينهم غير مهيئة لهذا الالتقاء غير مهيئة ان يحصل الامبلنتيشن اللي احنا بنسميه الزيجوت انه يحصل في ايه الانبولة ويحصل تكوين ايه الجنين في اول مراحله الاول عشان كده غالبا التهاب قناة فالوب في الابطار بيتبقى لا يعني لا يجدي لا يجدي محل علاج ويفضل تحويل الحيوان او البقرة الى التسمين في الخيل برضو في بيبقى في ابتداءة مشكلة كبيرة اجد طيب ايه بقى اللي بيوديني لالتهاب عنق الرحم في حاجة اسمها اصابات الرحم نتيجة للتهاب بطنة الرحم الحاجة بعد بيحصل دجة بعد الجماع او بعد الالتهاب البكتيري او بعد الالتهاب الفطري بيحصل ان المشاكل دي دي تخش على القناة وتعملينها التهابات رحمية رهيبة جدا ايه بقى الطريقة اللي بيخش بها الالتهاب طرق الاصابة وطرق عدوى الرحم ازاي بتحصل بعد الولادة وفضلة النفاس بالزاد بيحصل ارتخاء لعنق الرحم بيوسع عنق الرحم بعد كده بيخش يسهل او يدخول التلوث نتيجة الضغط السالب من عالي من مفتوح خارجي اللي بدأ يحصل الارتخاء بيخش على بطنة الرحم بيعمل نزيف في بطنة الرحم بيعمل التهابات شديدة بيعمل تقلصات رحمية عشان كده دايما كنت بقول لو انت فاكرين البكان لازم يبقى نضيف جدا ما تديش فرصة البكتيريا والتلوث يخش لان الوقت داي بيبقى عنق الرحم مرتاخي والرحم مفتوح يحصل المشاكل او انا بلقح بعملية التلقيح الحيوانات المنوية احيالا بتبقى فيها بكتيريا مكتيريا ممرضة المنوي بقى فيه يعني بكتيريا دخلة فيه نتيجة لانا مش منظف العدو الزاكر كويس او القلفة مش موجودة كويس الطبيعي بتاعها او انا دايما اقول التدخل غير الصحي اجيب واحد يجي عالج يضر اجيبه يستخدم ادوات غير ملوسة ادوات مش مفحوصة كويس مش مفحوصة كويس يدخل الاصطراء بتاعته بطريقة غلط يدخل يعمل غسيل بتاعه وفي حاجة مدخلة كمية بكتيريا رهيبة جدا ما يعملش تنظيف صح ما يعملش ايه الامراض مع اللي هو جاي عالج جاي يدخل مرض طي ايه بقى الاعراض اللي تظهر لو بطانة الراحم ده فيها التهاب انواع التهاب ايوان ويطو اسري ايه هي الكصة دي ايه ايه اشخاصة ازاي ايه الاعراض بتاعتي ابص على تاريخ الحالة في علاجات سابقة لنفيش علاجات سابقة عمر الفرس ادي ايه الصفات التنسولية بتاعته ادي ايه بيستخدم تلقاح صناعي ولا تلقاح طبيعي عشان اقدر اقول العدوة جات له منين اشوف الفحص التنسولي الخارجي صحة العامة الحيوان الحيوان بيجري زي ما احنا شايفونه في الصورة كلا بيجري قدامنا وبتنطط ولا حيوان مريض المكان الخارجي بتاعه المهبل بتاعه او فتحة الحياة بتاعته وشوف الجسل المستقيم لقناة الانسولية افحص المهبل بالمنظر زي ما احنا شوفناه في الصورة نشوفها بالموجود الفقصوطية برضو نبدأ نتطمن ونبدأ بقى نحدد ايه نوع الالتهاب الالتهاب ده ايه التهاب بتانط الرحم المزمن اي وان ولا التهاب بتانط الرحم المزمن اي تو ولا التهاب بتانط الرحم المزمن اسري ده نبدأ نشوفه ونبدأ نعالج معه العلاج زي ما احنا هنقول بي برضو عن طريق ان احنا بنده البروستا جلندين احيانا بيحصل فيبروزد لو انت منحقتش يحصل تليف في الرحم ويحصل له فيبروزد يؤدي الى ايه يؤدي الى حدوث كل حبة شبك دولة شبك وسيارة وترجع تاني دولة شبك وسيارة وترجع تاني او ان يحصل اللي هي الاوبين بيومترا والكلوزد بيومترا اللي هي التجمع الصديدي المتقيح في الرحم وده دايما مرتبط بكيس هستر قديم او حكاية قديمة ان في مكونات احتباس لمكونات المشيمة او انسجة احتباس لانسجة الجنين داخل الرحم اثناء الولادة يبدأ يجمع لك انت ايه الحالتين الرئيستين اللي احنا عارفينهم اللي هو الكولوزد بيومترا والاوبين بيومترا اللي هو التجمع الصديدي المغلق والتجمع الصديدي المفتوح. التجمع الصديدي المغلق ده او ده عبارة عن ايه? ناتج من ايه? من دخول المرض. ناتج من دخول المرض بعد التلقية. او اسناء الولادة والعملية تفتحت. فيه نوعين من البيومترا في اللي هو الابن والكلوزد. طيب. عندنا فيه مشكلة في الابن بيومترا والكلوزد زي موترا. ايه هي المضاعفات اللي احنا قلنا نتيجة نتيجة مضاعفات داخل الولادة واحتواص المشيمة وعسر الولادة والكلام ده كله دي الاسباب بتاع الابن بيموترا والكلوزد بيموترا. بيؤدي الى ايه? تراكم كمية صديد كبيرة جدا داخل الرحل. بيصعب يعني بيطلع منه اجزاء بسيطة خالص بتشوفها على فتحة الحياة من برا كده جزء من الصديد. طالع. هنشوفه برضو مع بعض الوقت. اه اه. العلاج بقى اهم حاجة اعمل ايه? في الابن بيموترا والكلوزد بيموترا. دي اللي انا عازكوا تركزوا عليه قوي. زي ما هو بيحصل في البعر. الابن بيموترا مساج انزل الصديد اللي موجود. ادي حقن الرحم لمدادات الحيوية. مدادات مستوى المناعة. اعطاء فيتامين الف دل تلاتة. اعطاء السيلينيوم. اه فيتامينها. مهم جدا نحنا نرفع مناعة الحيوان. نرفع مناعة الفرص في الوقت ده. اه ما 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 دخلش اي حاجة تؤدي الى تلوس الرحم. اه. اه. انزل على قد مقدر الصديد اللي موجود في الرحم. اعمل توسيع لعنق الرحم لو كان مقفول عن طريق ايه? ان انا بحقن الاستروجين. اه. ادي اه للحيوان بتقريبا تلاتين ميلي جرام. بادهوله في العضل. اه. ده بيفتح لي عنق الرحم. ركم اتنين. يعني فتحت على الاخر عنق الرحم. ادي حاجة بقى تحرك الرحم. تزوء الحاجة اللي موجودة نايمة انا فتحت. ولازم ازود الله ينور عليك. ادي الاكستوس. خلي بالك. الاكستوس لازم يكون الرحم مفتوح. يعني افضي محتوى الرحم. عن طريق ان انا بحقن الاكستوس. بشرط ان انا ادي قبله الاستروجين عشان يفتح لي ايه الرحم. وبعد كده ادي تقلص. يخلي اعمل له يعمل تقلصات. يطلع لي الدنيا دي كلها بر. اضيف برضو بيكربونات سوديوم. عشان اه. بيكربونات سوديوم الدايفة عشان لو فيه اي حاجة صلد في في البص الموجود او مع ايه المساج اللي بعد بيدي مرة واثنين وثلاثة اطلع مكونات الرحم دي كلها لخارج ايه الجسم. اه الحاجة الاخيرة بعد ما نزل كميات كبيرة ونظف الرحم بعمل تطهير للرحم بالبتادين المخفف. خلي بالكم كنت دايما انا ايه تا دي المخلف مخفف بسوديوم بيقرودنا بعض. دايما كنت اقولها اقولها بالانجليز اسمحول ان اقولها بالراحة وهترجمها ان هو يعني معناها ايه ممنوع تدخل اي اه سائل داخل الرحم. فيما عدا الحالة اللي اتكلم عن الحضاركو دي. اللي هي الاوبن بايموت. مضطر ان انت تدخل بيكربوناتو بيكربوناتو دافية دافية واتطلع تدوب اللي جوة واتدخل مطهر واتطلع تاني ما تسيبوش جوة. المهم ان انت تفضي المكان من من البص اللي موجود ده. وبعدين تدي مطهر في الاخر. احيانا بتدي كمان محلول ملع اه صلاين اه معقم. وتنظف ايه باية ايه الصديد ده كل. اه لو بينزل على طول نقط. ممكن تستخدم لو كمية كبيرة قدامك داخل الرحم والصديد ماليه. تستخدم الاسطرة او الخرطوم. اه بي اه تحاول تفضي على ما تقدر الكل ما تطلع الصديد من الرحم يبقى كل ما يكون افضل. وافضل طريقة ان انت تدخل الحيوان في حالة شبك. ان انت تدخل الحيوان ايه في حالة شبك. شبك عندخله في مراحل اشياء. اه اه بينزل كل الحاجات لو كان مغلق تفتحه. لو كان مفتوح يبدأ ينزل لك كل الحاجات اللي ايه موجودة فيه. عن طريق ايه? عن طريق البروستا جلندين افتوالف. فما بقول دايما مرة واثنين وثلاثة. احسن علاج لموضوع التهابات الرحمية. ان انا دخل الحيوان في حالة شبك. في حالة شيع. بيدخله عن طريق ايه? عن طريق البروستا جلندين افتوالف. عشان يدوب الجسم الاصفر. وبعد كده يدخلي يطلع كل الحاجات اللي داخل الرحم مع الشياع تطلع برا. واستخدم مضاد دحيوي ومضاد هستامين ومضاد التهابات لو الحالة شديدة في الاوبن بايموترا او الكولوست بايموترا. رقم ستة اعملها برضو ازالة الجسم الاصفر. الكوربوس لويتيا. مع يعني اذا قدرت اعمله عن طريق البروستا جلندين خير وبركة. ما قدرتش يبقى عن طريق التدليج الخفيف للرحم وحاول اشيل الكوربوس اليوتي. مهم كمان اني بعد ما عالق الكصة ديك اعمل سيكسوال ريست. يعني ايه سيكسوال ريست? يعني اعمل راحة جنسية للفرصة دي. لانها طلع الرحم لسه ما نضيفش نضاف الكاملة. اريح الفرص من الدورات الشوق. ايشيع مرتين او تلاتة ملقحوش. وبعد كده ابدأ ابدأ القح ايه الحيوان بعد كده. اه 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 خلي بالكم اتبع برضو لاني بقولوا من كل حالة الاجراءات الصحية الوقائية عند التدخل اثناء الولادة. بقولها في البار وبقولها في الجموس وبقولها فين? في اه الخيول. لازم الارضية تبقى انظيفة لازم الادوات الجراحية كلها اللي معاي تبقى انظيفة مدخلش مدخلش الا على يعني في مينيمايز على قد ما اقدر اقل تدخلي على قد ما اقدر. اسيب الحيوان ينظف نور ينظف بنفسه. كل ما دخل ايدي او كل ما دخل اي معدة عندي هدخل معاها البكتري. اه اه في كمان التهابات عنق الرحم. خلصنا دلوقتي الرحم. هنقش احنا ماشيين مبيض. قناة فلوب. رحم. عنق رحم. وبعد كلا مهبل. وبعد كلا مهبل. اه من ازبابه. السيرفوسايتس او الانتهاب عنق الرحم. اللي برضو عدوى دخل زي الرحم دخل اثناء التلقيح او عدوى دخل اثناء الولاد. او اصابة للرحم وجاي من الرحم اصابة ودخل على ايه عنق الرحم? او من المهبل وجايه على العنق الرحم. الاعراض بتاع المرضية لو انا عندي السيرفوسايتس او انتهاب عنق الرحم ايه? الاقي الحيوان بيشيء على طول. تكرار التلقيح والحيوانات المنوية اللي انا بديها بتموت داخل الرحل الآن يطلب وما يمسكش يطلب وما يمسكش خلي بالك عندنا حاجتين تابعونكم الرحم والقناة فلوب من أخطر الحاجات في الشغل التناسيليات بعد كده أمسك أعرف إزاي شخصه الجس الجس الحيوان أشوف عونكم الرحم قلقيت خين جدا واضح وفيه تقرحات عامل زي فاللاحين بيقولوها بيعرفوها بيبقى عامل زي الفلانشة بتاع الماكنة بتاع الراي يبقى الخرطوم طالع كده والحطة الحديدة الكبيرة دي عاملة زي عونكم الرحم أد كده يبقى عونكم الرحم ماشي كده والجزء الكبير أوده بعد كده بفحص المهبل زي ما هنشوف في الصورة قدامنا بلاقي عونكم الرحم طالع بتجويف مهبالي كده لونه أحمر بلاقي في إفرازات صديدية آخر فيديو هنشوفه مع بعض لها عليها عونكم الرحم عليه طيات خارجية في صديد في وضوح للاتهابات واضحة جدا لو أنا استخدمت المنزار المهبالي عليها هلاقي الحاجات دي كلها واضحة قدامي بالنسبة زي ما هنشوفها الله داكل الإصابات النتجة العونكم الرحم دايما بينتج عنها التصاقات ودايما ممكن تؤدي إلى إغلاق عنق الرحم وعدم كفاءة عنق الرحم كمانع طبيعي لدخول الميكروبات إلى الجزء العلوي الجهاز تنسوي زي ما احنا شايفينها قدامنا كده العلاج زي ما قلت لكم ما بيجديش معاها علاج لا يجدي العلاج في التهاب عنق الرحم ولا بيجدي في التهاب قناة فلو حالة الأخيرة اللي هنتكلم عليها اللي هي انكلاب الرحم تلاقي الفرس وايف ونازل منه الرحم بتاعه قد كده نازل من وراه زي ما احنا شفناها في الصورة أو هنشوفها دايما بيجيب الأبقار في الأفراس المسنة نتيجة سنها كبير الطلق بتاعها ما بيبقاش قوي فتتعب جامد في الولادة بيجيب نتيجة كده ان يحصل ايه انقلاب للرحم لان الحاجات نقص الكالسون برضو من الحاجات اللي بيؤدي للموضوع ده علاج انقلاب الرحم اول حاجة التخلص من الماشيينة بتاعها عند ده وجود هتلاقي نازل قدامك كده زي تنظيف الرحم طبعا من الأجسام الغريبة من الحاجات المدببة اي حاجة محيطة به اغسله كويس ادلكم مياه دافية ما استخدمش اي حاجة تهيج الجدار يعني ما نجيش على اجيب ايود واحطه عليه حيهيج الجدار اكتر ادهنه الجدار الرحم ده مرهم او بفزلين ولفضل مرهم ضد حيوز البنسلين احاول ارجعه لوضعه الطبيعي من انا استخدم قبضة ايدي او استخدم الفوطة المبللة بمياه دافية زي ما نحن قلنا حلقة كاملة في موضوع البقر ودي طبعا مضادات حيوية مضادات للحساسية مضادات الهستامين كالسوم دي بقى مخيطش فيه ايه الفرج يعني ادخله في البقر بخيط الخياطة الليها حرف التمانية ده عدم خياطة ايه الفرج او فتحتين الشفلتين بتوع ال ايه احنا ارفع طبعا زي ما بعمل ارفع الارضية عشان يبقى الحصان قدامه واتو وورا الجزء الخلفي مرتفع عن الجزء الامامي بحوالي تلاتين او ربعين درجة ويبقى ايه الحيوان واقف وضع يثبت فيه الرحم ده بالنسبة لعلومة كل رحم اخر حاجة اللي احنا بنتكلم عليها ان شاء الله وبعد كده هنطلع فاصل اللي هو الاسترواح المهبلي او النيموفاجين اللي هو مص الهو الفتحة مفتوحة وتمس الهو البكتيريا محمولة بتخش عن طريق الجو تخش المهبل يعمل نقص في الخصوبة لانها مفتوحة مش مقفولة وبيرجع ده لسو ايه الشفتين بتوع المهبل مش متنسقين مع بعض نتجة لكده بيخش الهو محمل بالبكتيريا وبيحصل غالبا في الافراس الضعيفة او الافراس المسنة متعددة الولادات يحصل فيها اللي هو النيموفاجينة ده زي ما احنا بنقولها ودي بتعملينا برضو مشاكل بعد كده في التلقيح العلاج عن طريق عملية الكازلك نحن نقفل الفتحتين دولت ونقفل الهوى اللي داخل عشان البكتيريا ما تخشش جوه وتعملي مشاكل في الالتهابات في عملية التلقيح او عملية الاخصال مشاهدينا العزاء تقريبا كده انا جمعت لكم كل الامراض التناسلية اللي ممكن تصيب الفرصة ورجعت لكم على الامراض التناسلية بتاع الابقار والجموس وهو تقريبا شيء واحد هناخد فاصل صغير وهنرجع لكم تاني هنفتح تلفوناتنا ونستقبل تلفوناتكم واي اسئلة في حوالين اي موظف الطير البطري احنا مستنينكم فاصل ورجع لكم مرة تانية اهلا بكم مشاهدينا العزاء كده معاكم خلصنا شوية الحلقات اللي احنا كنا عايزين نعملهم على الخيوط اتكلمنا على الحياة التناسلية بتاع الخيل دورة الحياة التناسلية بتاعتها اتكلمنا على الامراض اللي بتاجلها اتكلمنا على ازاي نربيها وازاي نحياها اه عايز اقول حاجة ان شاء الله هنستقبل المكلام بتاعكم دلوقتي لو اقولها مرة واثنين وثلاثة عملية التناسل داخل الابقار وداخل الجموس ده بالنسبة لاطباء البطريين الكلام ده مهم جدا لازم انت عارف انت بتشتغل على ايه تبقى عارف انت ايه اللي بتشخصه وبتدي العلاج ده ليه مش شفت فلان ادى كزا ادى مرة بروستا جلندين هدى بروستا جلندين مش شفت فلان ادى رزيبتال هدى رزيبتال ما شفت فلان هدى استربلان هدى استربلان ما تقلتش اعرف الاول ايه اللي تحت ايدك اعرف الاول ازاي تشخص وبعد ما تشخص تبدأ تختار العلاج المناسب لأنك أنت بتعامل مع حاجة هي رأس مال الفلاح الفلاح نفسه يعني نفسه ييجي كل سنة يجيله مولود وإحنا قلنا قبل كده يا أخواننا مفيش حد بيربي الحيوانات إلا من أجل الربح لو مش هتجيب له ربح مش هيربيه عشان تساعد الفلاح أو تساعد المربي وتساعد نفسك برضه أن أنت توصل للتارجت اللي هو عايز أو الهدف اللي هو عايزه أنه يجي لك كل سنة فرصة أو كل سنة جنين عجل أو جمسي أو باري أو أي نتاج بيجي لك لازم تبقى متابع الحياة التناسولية لهذا الحيوان صح إحنا قلنا نتابع إزاي بالنسبة الجهاز التناسولي أول حاجة عرفها التشريح بتاع هذا الجهاز شكله التشريحي إيه بيبدأ بإيه المنظر موجود هلاقي إيه واحد اتنين ثلاثة هلاقي مهبل هلاقي عنق رحم هلاقي رحم هلاقي قناة فلوب هلاقي مبيض أكتر حاجة بتعمل لي مشكلة أي تغيير فيها أو أي مشاكل فيها المبيض الصغير اللي انت بتشوفه الآخر ده اللي لازم تفحصه وتحطه بين إيديك اللي اتنين كلا وتحسه هل المبيض ده زمان بيعمل كلا بعد ما توصل للرحم وتوصل للمبيض هل المبيض ده عليه بوايدة نمية عليه بوايدة مكتملة عليه جسمه أصفر عليه عليه سق عليه حويصلة كل ده للطويل بطل لازم يعرف يفحص ويشوف طيب بعد ما دخلت إيدك وشفت المبيض وعايزت يعني شخصت هتلاقي قدامه جسمه أصفر هناخد أخونا عبد الحميد من الشرقية قالو السلام عليكم عليكم السلام وحط الله وبركاته حجب حميد فضل فضل حجب حميد الله يبارك لك فيه لما أخذ عندي حضرتك عيد لبقري مولود شهر ورحو تمام بس لحد دلوقتي حضرتك بيرضع بقاله ستة شهر بقاله ستة شهر بيرضع آه ده جميل ممكن أحوشه ولا أصبر عليه شوية لا كفاء علي أو كده ده هو الغيد تلات شهور حلوة أوي يعني بعد لغيد تلات شهور علي رضاعها كفاية أوي يعني تلات شهور آخره تلات شهور يعني ممكن أحوش دلوقتي دكتور عالي آه حوش دلوقتي ده هيبه كده يعني بسم الله طيب بالنسبة للأمة دكتور ناشفة شوية وضعيفة شوية ماها ناشفة شوية وضعيفة شوية أكيد أنت بتاخد منها وتدهاش يعني لغبة عالفة مثلا بالليل وعالفة الضف عالفة بالليل وعالفة الصمس وبتاكل دروا طول النهار طيب أنت غزيها كويس هتلاقي ومجرد أن أنت بدأت تطرفتم العدل وكمية اللبن اللي فيها بدأت قل هتلاقي مع التغزيها الطبيعي ويبدأ تكسي تاني زي ما كانت قبل الولادة لكن طول ما هي فضل بالنسبة حضرت للعجل دوت لو حبيت مسلا عالفه يبدأ العلف بتاعه من إمتى اه ابدأ العلف بتاعه بعد ما تفطم على طول ابدأ اشتغل معاه من عمره ستة شهور وابدأ اشتغل على فتول عشان ما يخزش منك عشان يفضل يعني ابدأ بعد من بعد الفطم على طول افطم افطم وسمن هتلاقي العجل ده ما فيش بعد كده انت انت مأسسه صح مأسسه كويس جدا 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 راضع لغد ستة شهر ابدأ التغزيها ابدأ التغزيها بتاعته التسميم بتاعه وان شاء الله مش هيكمل سنة وهتقدر تبيعه بعون الله أشكر أشكرك حاجة يا بحميد معي الدكتور محمد من الشرقية فضل يا دكتور محمد السلام عليكم عليكم السلام وحط الله وبركاته اهلا وسهلا كل عام وانت بخير وانت طيب يا فندم وانت طيب احنا متشكرين خالص على المعلومات اللي حضرتك بتدهلنا والله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك ربنا يبارك في حضرتك بس تعاوزين حلقة عن الصنار بعد اذنك عايز حلقة كاملة عن الصنار طيب هو الله يكريم هو الصنار على المهم بيخش في كل حاجة بيخش مع حاضر يا فندم حاضر يا دكتور محمد وبالنسبة برضو للأبكار يعني بالله عليك احنا ماشيين بتعلمات حضرتك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك احنا بنساعد بعض كلنا وكل واحد يحاول يوصل معلومة للتاني ان شاء الله عمرك ما اصطرت معنا بحاجة ربنا يخليك دكتور محمد ربنا يبارك في حضرتك وانت طيب يا فندم فاخوانا موضوع انا شفت المبيض وفحصته كويس واتطمنت ان هو عليه الجسم الاصبر بدي البروستا جلندين فيه كواعد عامة دايما بحب اقولها ويريد كل الدكاتر يحفظوها عشان يحاولوا يغيروا الفكر بتاع الناس اللي طلع بعد كيف عشان الناس المبسوطة من الناس اللي هي البراميديكال اللي شغالة برة يبقى انت لا تمميز عنهم هو البراميديكال شغالة على قديمه شغالة على ادي لوجو او نوجو ازا بيسموه ايه شوية مية وشوية يود واحدة انت بقى لا افرق يبقى انت الدكتور الجميل اللي انت متخرج هناخد اخونا محمد من ادي اهلية الو اخونا محمد عليكم السلام وحط الله وبركاته عليكم السلام وحط الله وبركاته فضل يا استاذ محمد يا حاج محمد وانت بالصحة والسلام بعد ازنا حضرتك عندي فرصة ايوة عندي فرصة ولدت اول مرة البشيمة فضلت متعلقة فيه تمام هم وبعدين وتاني ولد ازا نقيت في الولادة والبشيمة فضلت فيه وجي الدكتور عشان نزل البشيمة بيت الولد طال تمام هم وبعد ما طلع اللي انت بتقوله ده حاج محمد نفس اللي اني بقوله في الحلقة من قيمة دهد اربع دقائي حيوان جين فيه مشاكل في ولادته سواء كانت احتباس بشيمة سواء كانت تدخل خاطئ في الولادة سواء انها مكان ولد مكان مش نظيف ونتيجة الحيوان ده الفرصة دي او البقر او غيره نتيجة انها يا حاج محمد من فضلك وط التلفزيون واسمعني من التلفون عشان ما يبقاش صدى الصوت بالقر وط التلفزيون واسمعني من التلفون ماشي حضرت فنتيجة ان هي مشي ما طلعت بعد كده دخل معاها عدوى دخل معاها مشاكل كتير الفرصة معشرتش قاعد السنة معشرتش ومشت عشر لان فيه اصابات ما انتش عارف الاصابة ده وصلت لعونك الرحم ولا لا وصلت في قناة طلوب ولا لا فيه مشاكل في الرحم ولا لا لازم الطبيب تروح لطبيب لازم تروح لطبيب متخصص بيشتغل سمعوته جيدة يجي يتعامل معاك صح ويتابع الفرصة بتاعك من قبل ما تولد وبعد الولادة ويبدأ شغل التنسلات معاها زي ما احنا قلنا في الحلقة بتاعتي وتدخيل الرحم زي ما انا لسا قيلوا دلوقتي من قبل ما طلع الفاصل ازاي يدخل الرحم اشكرك حاج محمد معانا اتصال الو اله مد اهلية فضل من بانها محمد من بانها رضا من بانها الحاج رضا من بانها السلام عليكم عليكم السلام وحطلا وبركاته فضل الحاج رضا وانت بالصحة والسلام حاج رضا كونتورات الوحدة عندنا عشان اعمل برغة تنظيف بالنسبة للبقرة انا احبادك بتقول كده روحت الوحدة عشان تعمل ايه او انا اتضعها عشان فتر ما بتمسكش حلو البقرة ما بتمسكش بقالها فترة وروحت الوحدة عشان ايه يعالجوها اه فبال اقول الدكتور اناك بقول لا اد 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 دا يعني بروسطة النالجين دي بروسطة جلندين جدع اه فامل اذا ديها بتاعت اللبن بتاع الهرمونات وكده لا ايه مش هرمون هي بتطلع من الرحم اصلا بروسطة جلندين بتطلع من الرحم يعني داخلية في اخواننا كواس تسألت السؤال ده اعتقاد عند مناس كتير قوي يقولك البروسطة جلندين ايه فترة ده هرمون وبيبوز الدنيا وبيعمل الدنيا ده مش هرمون ده بروتين بيطلع من دقل الرحم بيطلع من جوه الجسم احنا قلت لسه الوقتي من البطانة الرحم الداخلية هي اللي بتفرز يعني انت ما بتديش هرمون انت بتدي حاجة الجسم بيطلع حتى لما بتيجي تشتغل بتدي مش بتدي الهرمون نفسه بتعمل اللي هي يعني انت بديديش هرمونات من برا ماشي عامل حاج فاحنا كندل الدكاترا يا اخوانا البروسطة جلندين مش هرمون مواخزة عامل حاجة قطعتك انت معي لسه ولا طيب يعني حاج رضا الدول اللي احنا بنقوله ده مش هرمونات واحنا قلنا دايما ده خل الحيوان في حالة شبك والاهم من علاج الحيوان الوقاية دايما اقول الوقاية خير من علاج الوقاية هقولها مرة واثنين وعشرة الحيوان بتاعك تغزيه كويس جدا قبل الولادة تبقى عامل حسابك في نوع العليقة اللي بتدهاله المكان اللي بيولد فيه لازم المكان يبقى نظيف والفالشة بتاعته تبقى نظيفة ما تدخلش في الولادة سيب الحيوان يالد لوحده الا في الحالات النادرة جدا اللي بتبقى متعسرة تجيب طبيب متخصص زو سمعة جيدة يبدأ يتدخل معاك في الولادة ويتابعلك الحيوان بعد الولادة لغاية ما يسلمه لك عشار ما تسيبش حيوانك للشغل بتاع حضرتك ويبدأ يعمل لك مشاكل بعدك تقول ما بيعشرش هناخد حاج حساب من البحيرة حاج حساب من البحيرة فضل حاج حساب الله يكرمك ازاك يا دكتور الحمد لله حاج حساب بس انا وحضرتك طيب وبني اعود عليك بخير يا رب وانت بالصحة والسلام احنا انا بيحت الحوارة وفضل عندي جديان متواصل مع حضرتك على طول نعم الدريس اللي عندي خلص تمام ومش لاجي دريس يعني لحطه فايه رأي حضرتك لحطت تبنى على جيش الفول واشبة كده مع بعض ما شوات ملح بحيش تب يعني يعني كم لبطلوم وكده مثلا هالدك ويشها ولا بلاش بالنسبة الجديان اللي عندك اه اللي هي الخرفان بتحط وجب الدريس زي ما قلت عبد انت الجايد نعم فضل حاج حساب بتحط وجب الدريس مع وجبة مركزات الدريس خلص عندك في سلاج عندك سلاج في سلاج عم اسمعني اسمعني من تلفون خلاص ما عندكش سلاج عندك تبنى وعندي جيش الفول حضرتك تمام عندك تبن حط التبن مع اشر الفول بس زود المركزات بتاعتك شوية يعني تخلي مثلا الخروف لو عندك وزنه او الجدي لو عندك وزنه من اربعين كيلو لخمسين كيلو تديله تديله تمنمائة جرام مركزات وربع كيلو ما بين تبنه ومن اشر الفول طب ما يعملهم مش لك ولا حاجة لا مش هيعمل لك ولا حاجة انت كده لو حصل لك ما يدينهم ايه يعني لو حصل لك ما كلمني ما تقلقش كلمنا اقولك تعمل ايه طب يا ريت حضرتك بس يديني التلفون بتاع حضرتك اشكر ماش مشرفنا يومين في الاسبوع فلو حصل يعني من التواصل مع حضرتك ماشي يا حاجة حسن حضرتك ايفل معايا واتصل تاني على الكنترول هيدك التلفون ان شاء الله وتتواصل معنا في اي وقت واحنا ترح تحت امر اشكرك حاجة حسن ومشاهدين الاعزاء بقولها مرة تانية لازم الطبيب يبقى مختلف عن المسميين برامدك او الناس اللي انتو بتسموهم اللي هما منتسب المهنة وهم اللي هما مش دعوا المهنة لازم انت تكون مميز عشان تقنع الفلاح ان هو يجيلك وما يروحش لهذا اللي هو منتسب المهنة بتاعه مميز ازاي مميز بالعلم مميز ازاي انك تقرأ انك اليوتيوب مفتوح للناس كلها اذنت مفتوح للناس كلها تقرأ وتتعلم وتشخص صح وتعالج صح ما تقلتش ما تروحش انت اللي بيعمله التمارجي او المنتسب للمهنة وتروح تقلده وترجع تقول المنتسب ده انا مش عايزه اشتغل في المهنة لا انت الاول ميز نفسك عنه ميز نفسك بالعلم ميز نفسك بالبكريوسي اللي انت واخده مشاهدين الاعزاء ساعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة